اهلا بكم طالبات وطالبات مدرسة المنتزى الخاصة الصف الرابع الابتدائي معاكم ميس مونيكا والنهار ده هنراجع الوحدة الاولى جغرافيا وعايزين نركز في الاسئلة لان الاسئلة دي هتكون متضمنة الاسئلة اللي جايلك في الاختبار الالكتروني السؤال الاول اكتب ما تشير اليه كل عبارة مما يلي سؤال الاول زادت اهمية موقع مصر بعد حفر هتكون الاجابة قناة السويس رقم اتنين قرى تقع مصر في ركنها الشمالي الشرقي هتكون الاجابة قرى افريكيا رقم تلاتة قرات سكنها الانسان وعمرها منذ القدم هتكون الاجابة قرات العالم القديم رقم اربعة قرات اكتشفها الانسان وعمرها حديثا هتكون يا سنة ربعة قرات العالم الجديد رقم خمسة مساحة وسعة من اليابس بتضم عدد من الدول بداخلها هتكون الإجابة القارة رقم ستة خطوط تفصل بين محافظات الدولة الواحدة هتكون الإجابة حدود إدارية السؤال اللي بعده رقم سبعة عندك عاصمة جمهورية مصر العربية هتكون الإجابة القاهرة رقم تمانية خطوط بتحدد الدولة وتفصلها عن جرانها من الدول هتكون الإجابة الحدود السياسية السؤال اللي بعده رقم تسع فواصل طبيعية زي الجبال والمسطحات المائية بتفصل بين الدول هتكون الإجابة حدود طبيعية رقم عشرة أرض شديدة الارتفاع ولها قمة جوانبها شديدة الانحدار هتكون الإجابة الجبال سؤال اللي بعد كده سنة ربعة اكمل العبارات التالية واحد مناخ مصر حار جاب في فصل الصيف ومعتدل ممتر في فصل الشتاء سؤال رقم اتنين من قرات العالم القديم قارة نقط ومن قرات العالم الجديد قارة نقط في قرات العالم القديم ممكن تكتب أسيا أو أفريكيا أو أوروبا أما قرات العالم الجديد فاكتب أستراليا أو أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية أو القرى الكتبية الجنوبية بعد كده عندك تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريكيا سؤال رقم أربعة تتوسط مصر قرات العالم القديم رقم خمسة تطل مصر على البحر نقط من جهة الشرق والبحر نقط من جهة الشمال من الشرق عندنا البحر الأحمر ومن الشمال عندنا البحر المتوسط السؤال اللي بعده ستة زادت أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس رقم سبعة تجاور مصر من جهة الغرب دولة ليبيا ومن جهة الجنوب دولة السودان رقم تمانية معانا تمر بي نقط في مصر مئات السفن المحملة بالسلع والبضائع والبترول بين دول العالم هتكون الإجابة قناة السويس رقم تسعة نقط هي مساحة وسعة من اليابس بتضم عدد من الدول بداخلها هتكون الإجابة القارة السؤال اللي بعده يوجد في مصر سبعة وعشرين نقط يوجد في مصر سبعة وعشرين محافظة السؤال اللي بعده اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد يجاور مصر من جهة الجنوب هتكون الإجابة جمهورية السودان رقم اتنين من الحدود الطبيعية لمصر هتكون الإجابة البحر المتوسط رقم تلاتة تلون السهول على الخريطة باللون انت عارف سنة ربعة ان السهول بتتلون بالخريطة باللون الأخدر رقم اربعة الحدود الغربية لمصر تفصلها عن دولة هتكون الإجابة ليبيا رقم خمسة يجتمل سطح مصر على مديك اختيارات جبال هداب سهول كل ما سبق الإجابة هتكون كل ما سبق رقم ستة من أشهر المنخفضات في مصر منخفض نقط مديك اختيارات منخفض القطارة ولا العوينات ولا المغارة ولا الحلال هتكون الإجابة منخفض القطارة رقم سبعة يكع جبل نقط جنوب شبه جزيرة سيناء هتكون الإجابة جبل سانت كاترين السؤال اللي بعده نقط هو المسافة هو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة هتكون الإجابة قياس الرسم رقم تسعة تتوسط مصر سلاس كرات هي أسيا وأفريقيا ونقط هتكون الإجابة أوروبا بتتوسط مصر سلاس كرات هي أسيا وأفريقيا وأوروبا سؤال رقم عشرة معنا كل ما يلي من قرات العالم القديم معادة مديك أسيا وأفريقيا وأوروبا ودول قرات العالم القديم هو عايز قرات من قرات العالم الجديد فهتكون أنتراكتيكا رقم حداشر مساحة من الماء المالح أصغر من المحيط هتكون الإجابة البحر سؤال رقم اتناشر تقع مصر في شمال شرق قارة نقط طبعا مصر بتقع في شمال شرق قارة أفريقيا رقم تلاتاشر الترمومتر بيقيس درجة الحرارة رقم أربعتاشر الأراضي الممتدة على جانبي البحر الأحمر والبحر المتوسط تخلي بالك من السؤال ده كويس يا سنة ربعة الأراضي الممتدة على جانب البحر الأحمر والبحر المتوسط سهول ساحلية سهول ساحلية سؤال رقم خمستاشر التقس هو وصف حالة الجو لي ومديك اختيارات أنت عارف التقس بوصف حالة الجو في فترة زمنية يا سنة ربعة في فترة زمنية قصيرة فهتكون الإجابة يوم أو 3 أيام سؤال رقم 16 تقع هضبة نقط بالسحراء الغربية هتكون الإجابة الجلف الكبير تقع هضبة الجلف الكبير بالسحراء الغربية سؤال اللي بعده بما تفسر أهمية موقع مصر موقع مصر مهمية سنة 4 لأن مصر بتتوسط قرات العالم القديم أسيا وأفريكيا وأوروبا وبتطل مصر على بحرين من أهم بحار العالم وزادت أهمية مصر بعد حفر قناة السويس رقم 2 بما تفسر ندرة النبات الطبيعي في مصر نظرا لقلة الأمطار سؤال رقم 3 تنوع سطح مصر ليبيا تنوع سطح مصر لوجود الجبال والهضاب والسهول والمنخفضات في مصر السؤال اللي بعده بما تفسر تسمية قرات العالم القديم بهذا الاسم لأن الإنسان زكن فيها وعمرها منذ القدم السؤال اللي بعده كده بما تفسر أهمية دراسة المناخ ندرس سنة 4 المناخ عشان نعرف حاجتين أول حاجة نوع المحاصيل الزراعية المناسبة لنوع المناخ وكمان نقدر نعرف موقع الصناعات السؤال اللي بعده كده بيقولك طمع بعض الدول في السيطرة على مصر بما تفسر طمع بعض الدول في السيطرة على مصر طبعا لأهمية موقع مصر الجغرافي لأهمية موقع مصر الجغرافي السؤال اللي بعده أهمية قناة السويس ليه قناة السويس يا سنة 4 مهمة قناة السويس ربطت لنا بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وكمان بيمر بيها مئات من السفن المحملة بالسلع والبضائع وطبعا احنا عارفين ان زادت أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس وبكده نكون انتهينا من مراجعة الوحدة الأولى جغرافيا شكرا لكم سنة 4 اشتركوا في القناة